هي الميزة التي عرفتها مدرسة الشهيد يحيى ويحمد المتوجدة في حيب القايد بوهران مدير والمؤسسة ولاستد عبروا بدورهم عن الحالة الكارثية التي آلت إليها المدرسة وحملوا سلطات المحلية مسؤولية ذلك ياسين حسين فوضى عارمة عرفتها مدرسة الشهيد يحيى ويحمد خلال الدخول المدرسي الجديد لهذه السنة المدرسة المتوجدة في حيب القايد بوهران لا تتوفر على أدنى شروط النظافة فضلا عن مشكلة الاقتضاد ونقص التأطير هذه نبنى في سيكونت كات 54 ايكول نبنى في سيكونت كات ما جاءت في حاجة لوسخ عنا عساس واحد في النهار عساس في الليل واحد في النهار في الليل واحد عنا فام دمينا الزوج على 12 كلاسة ومطعم وزايد الاقتضاد في الأقسام معناش تلاميذ ونديرهم معناش طاولات كل طاولات رهم قصرة المعلم ينجمي تحمل هذه الظروف لكن التلميذ ليس في صالحي هذه الظروف بش تلميذ يجلس ثلاثة أربعة في الطاولة ليس في صالح التلميذ حانا مدى بينا هذه الظروف تتغير من أجل أولادنا من أجل أبنائنا من أجل مستقبل الجزائر من جهتهم أولياء التلميذ عبروا عن استيائهم حيال الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها هذه المدرسة خمسين واحد في الكلام ها يديرون حلونا مدرسة اكتداد كبير في هذا المدرسة بزاف ونروا من المدير تربية يشوف هذا الوضعية تحت تلميذ كل سكان جد جاءوا بزاف خصنا مدارس خصنا خمسين في القسم دخول اجتماع ساخن ستعرفه الولاية هذه السنة بدءا بالدخول المدرسية الجديد الى المشاريع التنموية المتبقية